السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بيكم معكم ميسي برجة. بنهض ان شاء الله سنة خمسة هنكمل مع بعض يا ولاد. حل المهام الادية الترمي التاني عشرين اربعة وعشرين. تبكى لتعديلات الوزارة الحديثة. النهاردة معانا مهام ادية مادة العلوم. بذكركم احنا بننزل المهام الادية لجميع المواد مش بس الانجليش. وكمان هنبدأ الفترة الجاية نزل مرجعات لجميع المواد برضو مش بس الانجليش عشان نقفل كل المواد. النهاردة ان شاء الله معانا ايه? اه مهام ادية مادة العلوم. هنسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. علشان نحمل المراجعة ونذاكرها في البيت. اه الموضوع مهم جدا يا ولاد وعليك كمان درجات كتيرة. المهم عليها ايه? خمسة وتلاتين درجة. امتحان. اخر السنة عليه تلاتين. يعني المهمة في كل مادة مهمة جدا. حاجة بسيطة وعليها درجات كتيرة. فاحنا مش عايزين بها نفوت الموضوع ده. ان شاء الله المهمات اللي احنا بنحلها مع بعض دي في اي مادة. مش بيطلع عنها الامتحان. يعني كده كده درجة مضمونة بإذن الله. في الله بنا نبدأ. اريدوا يا ولاد تدعمونا بلايك وشاهد الفيديو وشارك في القناة. متابعة صفحة الفيسبوك ومسهب رجب علشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. عندنا المهمة الاولى من مهمات العلوم. بيقول لي انظمة الارض. درست ان جميع انظمة سطح الارض مترابطة. فما يؤثر في احد العنظمة. يمكن ان يؤثر في الاخر. تمام? يبقى العنظمة الارض كلها مترابطة. لما حاجة بتأثر في النظام بتأصل في اي ولاد في النظام الاخر او بالعنظمة. امام اكسرة توضح تلوث المياه بالجسامات البلاستيكية تم العصر على الجسامات البلاستيكية في كل من الماء والطربة. طب ما هي الطربة بتاخد يعني احنا بنروها بالماء. والماء قصم فيه البلاستيك. فالطبيعي ان الماء تروح محملة بالبلاستيك برضو الى الطربة. فكده البلاستيك موجود في الماء وفي الطربة. فكر وتوقع. كيف يمكن ان تؤثر المواد البلاستيكية الموجودة في الغلاف المائي فيها الغلاف الحيوي. لو انا عندي بلاستيك في الماء. ده يقصر ازاي على الكانات الحية? بيقولي تتفكك وتتحول لجسامات دقيقة. البلاستيك بيتفكك الى ولاد ومش بيتحلن. ده فيه حاجات بتقعد لحد الف سنة عشان تتحلل في البلاستيك. يعني ايه? بيتحول لجسامات دقيقة. تشبه غزاء الكانات الحية. فالكانات الحية بتاكلها. بتاكل كتع البلاستيك دي. وبهذه الطريقة تدخل للسلسلة الغزائية. وعندما تتغزى الحيوانات على حيوانات اخرى. فتنتقل عبر الشبكة الغزائية والنظام البيئة. يبقى كده احنا عندنا الجسامات البلاستيكية دخلت النظام البيئة كل اولاد. طبعا الحاجات الجسامات البلاستيكية دي بتكون سامة اصلا. فممكن ايه? بتاكتل الكانات الايه? الحية. كل مصادر المياه صراحة على الشرب. صحة ولا غلط? توافق ولا توافق? طبعا لا اوافق بان فيه مياه ملحة اصلا وفيه مياه عزبة. والمياه العزبة كميتها قليلة جدا بالنسبة المياه الملحة. اكتب الدليل العلم على صحة رأيك. ليه يا اولاد? ليه احنا قولنا ان مش كل المصادر بتاع المياه صراحة للشرب. قد لان الانظمة البيئية المائية منها مياه مالحة وهي تغطي الجزء ان كبير من سطح الأرض. تمام? نسبة كبيرة جدا من المياه ولا الدماء مالحة. وفي مياها عزبة ودي ايه? نسبتها ايه? ولا ايه لا جدا هي الاقل. اختر الاجابة الساحة وبان الركوسين. يتلطب على تفاعل الغلاف المائي مع الغلاف الأرضي. تكون ايه? بحيرات ولا مياه الصرف? طبعا ده هيكون لي ايه ولاد هيكون لي البحيرات. يبا الغلاف المائي لما بتفاعل مع الغلاف الأرضي بيكون لي ايه? البحيرات. المهمة تانية عن موضوع الحياة بجوار مصادر المياه بصورة التالية افحصها وتعبع نشوف الأسئلة يقول المسطحات المائية داخل مستجمعات المياه متربطة مسطحات المياه أو المائية داخل مستجمعات المياه متربطة في حالة دخول التلوث إلى المياه يمكن أن تتأثر جميع المياه متضفقة من المصدر طيب ماذا يحدث عندما يتعرض مستجمع المياه للتلوث قال لك يحدث ناكس في الجودة يحدث ناكس في أولاد في الجودة لجودة المياه بتقل خلاص غير صالحة اختر اللي جابه صحيح ما بين الكوسين هناك العديد من المخاوف المتعلقة بالمياه والتي تهدد مناطق كثيرة على الأرض المخاوف اللي بتهدد للمياه أولاد الاستدامة ونقس الجودة يعني المياه عادي موجودة بس الجودة بتاعتها تقل ولا الندرة يعني نقس المياه ونقس الجودة برضو طبعا دي الصح يا أولاد الندرة ونقس الجودة الندرة ونقس ليه الجودة المياه بتقل وإيه وجودتها كمان بتقل هل يعتبر الماء من المارد المتجددة طبعا المياه مارد متجدد بأي نعم طبعا نفصل بقى الإجابة بيقولي لأنه يمكن تجديده بعد فترة قصيرة من استهلاكه عن طريق دورة المياه يبقى أولاد المياه مارد متجدد لأنها بتتجدد بعد فترة قصيرة من استهلاكها عن طريق دورة الأولاد المياه المهمة التالتة من خلال المخطط البياني التالي يتطرح أن البحر والمحيطات هي أكبر الأنظمة البيئية المائية يبقى من خلال المخطط البياني التالي يتطرح أن البحر والمحيطات هي أكبر الأنظمة البيئية المائية تمامي؟ البحر والمحيطات يا أولاد أكبر الأنظمة البيئية المائية يوجد البيئة البحرية ويوجد في البيئة البحرية العديد من الأنظمة البيئة الأصغر فيه بيئات فيه أنزمة بحرية صغيرة طيب تضع الحشرات بيضها فيه على أنزمة البيئة الموجودة في البرك صحة ولا غلط طبعا صحة جدا ده بإزاي الكلام ده بيحدث شايفين يا ولد نسبة المياه 3% بس مياه عزمة والباق 97 مياه ملح بيقول ليه لأنها تضع بيضها في الماء الراكد وبالتالي لا ينتقد البيض بعيدا يبقى ليه؟ الحشرات بتضع البيض بتاحها في المياه الراكدة في البرك لأن مية البرك يولد مياه راكدة فبيتتلي لا ينتقد البيض بعيدا لأن المياه مش بتتحرك أصلا فالبيض سابت مكانه أكمل الجدول التالي مش سخدما الكلمات التالية الكلمات ده عايزة وزحها على الجدول ده زهرة اللوتس راكدة نجم البح عزبة ملحة تتحرك بالسمرار برد وسريع التضفق السلمون المقض النظام البيئي لو عندي المحيط أو البحر النظام البيئي لو عندي المحيط أو البحر يا أولاد نوع المياه فيها بتكون مياه ملحة طب حركة المياه قالك تتحرك بس مرار يبقى المياه في البحيط والبحر لمياه ملحة وتتحرك بس مرار طب الكأن الحي اللي بيعيش هناك إيه؟ قال لي نجم البحر نجم إيه؟ البحر الجروا دلماي دلما يكون في بردة وسريعة التدفق. ماء بارد سريعة التدفق. طب حركة بتاعته بارد برد وسريعة التدفق. طب ايه كاد الحال اللي بيعيش هناك قال لي سمك السلمون المرقت. البركة البركة بتكون عزبة. ماياتها عزبة نوع الماء بتكون عزبة فيها حركة الماء مش بتذهب مياه راقدة. آآ الزهرة اللي بتنمو هناك او كان الحائنة ايه؟ زهرة اللوتس. يبقى مياه البركة اولها العزبة وحركة المياه بتكون راقدة والنباتة لو ايه يظهر هناك والكاد الحائل هناك ايه ظهرت اللوتس مهم الرابعة حدد نوع التفاعل إنسان يتنفس هواء حيوان يأكل أعشاب أسماك تعيش في الماء نحلة تلقح الأزهار نبات يقوم بعملت البناء الضوئي نبات يلمو في الطرب أول جملة معانا إنسان يتنفس نوع التفاعل يا أولاد الغلاف حيوي مع غلاف جوي غلاف حيوي مع غلاف ايه مع غلاف جوي طيب حيوان يأكل الأعشاب ده تفاعل حيوي تفاعل يا أولاد تفاعل حيوي حيوان يأكل الأعشاب ده تفاعل ايه حيوي أسماك تعيش في الماء ده غلاف حيوي مع الغلاف في الماء الغلاف الحيوي اللي كانت الحيوي لا أسماك تعيش في الماء في الغلاف الماء نحلة تلقح الأزهار ده تفاعل حيوي تفاعل يا أولاد حيوي إن النحلة كان حي والأزهار أو النبات كان حي وهنا الحيوان كان حي والعشاب برضو كان حي نبات يكون بعملية البناء الضوئي ده غلاف جوي مع غلاف حيوي النبات كان حي والبناء الضوئي ده العملية بتحبس عن طريق ايه عن طريق الكربون ده يكساد الوسيل ويكساد الكربون فكده ده حاجة موجودة في الجو فكده غلاف جوي مع غلاف ايه مع غلاف حيوي نبات يلمو في التربة النبات ده غلاف حيوي والتربة ده غلاف ارضي يبقى غلاف أرضي مع غلاف حيو أو حيوة مع أرضي نمات ينمو في الطربة ده غلاف أرضي مع غلاف أولاد مع غلاف حيوي المهمة الخمسة والأخيرة حركة الكواكب الصورة التي أمامك توضح حركة كوكبنا في مدار حول الشمس لكوكب الأرض تمام كوكب الأرض ما الذي يجعل الكواكب تدور في مدارات سبتة حول الشمس إيه السبب؟ إنها بتدور في مدارات سبتة كل واحد ليه مدار سبت بتحرك فيه بالضبط من الكواكب ده بسبب يا ولاد قوة الجاذبية وكلما زادت كتلة الجسم زادت قوة جاذبيته كلما تزاد الكتلة بتزيد قوة الجاذبية والشمس أكبر حجما من جميع الكواكب وبذلك تحافظ على بقاء الكواكب تدور حولها في مدارات سابتة هي أكبرهم حجما يا ولاد فهي كده ايه بتساعد ان هم يدور حولها في مدارات سابتة طيب ماذا يحدث لو ان عدمة الجاذبية مفيش جاذبية أصلا قال لك تزبح الكواكب في الفضاء بشكل عشوائي يخبطوا ببعض تزبح الكواكب في الفضاء بشكل ايه عشوائي لو ان عدمة الجاذبية يبقى الجاذبية هي المثبتهم ايه ولاد في المدارات السابتة اللي بتحركوا فيه يدور الكاميرا حول الأرض تحت تأثير جاذبية الشمس ها أوافق اذا لا أوافق طبعا ايه لا أوافق ما قدرين العلمي على رأيك ليه انت موافقتش على عبارة ان يدور الكامير حول الأرض تحت تأثير جاذبية الشمس يقول لان قوة الجاذبية تنشأ لجميع الأجسام بفعل كتلتها يبقى الجاذبية بتنشأ للجسم يا ولاد بفعل الكتلة وكلما زادت كتلة الجسم بوزلت قوة أكبر في سحب الأجسام حولها كلما زادت كتلة الجسم بوزلت قوة أكبر في سحب الأجسام ايه حولها والأرض أكبر من الكامير أصلا وبذلك تمتلك الأرض قوة الجاذبية أو قوة جاذبية أكبر من الكامير ويدور الكامير في مدار السابط حول الأرض بفعل جاذب الأرض بفعل يا ولاد يحدث زرك بفعل جاذب الأرض دي كانت آخر مهام معنا النهاردة من مهام مادة العلوم للصف الخامس يجب أن تدعمونا بلايك واشتراك في الفيديوهات واشتراك في القناة متابعة لصفحة الفيس بيكم إسهي برجب علشان نصلكم إن شاء الله كل جديد كانت معكم إسهي برجب أتمنىكم النجاح برطة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته